في أول خرجة إعلامية له بعد اتفاقه السياسي مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان يكشف عن تفاصيل المشهد السياسي في البلاد بل قول إن عودة رئيس الحكومة إلى منصبه هي بداية تجسيد الفترة الانتقالية فيما أكد عدم رغبته الترشح للرئاسة هذا الاتفاق هو بداية حقيقية لمرحلة الانتقالية مرحلة الانتقالية كما كانت في الأساس تعتمد على قوة وطنية مستغلة تدير البلاد البرهان وفي تصريح غير متوقع أيد انضمام بلاده إلى قطار تطبيع العلاقات مع الكيان السهيوني مبررا ذلك بالضرورة الملحة للعودة إلى أحضان المجتمع الدولي إسرائيل مثلها مثل الدول الأخرى يمكن أن تقول لنا معها علاقات طبيعية أمس يطرح بالتأكيد على الاجهزة التشريعية والاجهزات الصلة لقامة علاقات كاملة وبالعودة إلى مطالب الشارع السوداني والقوى السياسية برفع حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد ربط البرهان المسألة بالحكومة ومجلس الأمن والدفاع في السودان فيما دافع عن المكون العسكري بعد اتهامات طالته بتورط في الأحداث الدامية التي شهدتها المظاهرات الأخيرة بتأكيده أن أطرافا أرادت استخدام الجيش لتبرير فشلها وأن العمل متواصل مع القضاء لكشف من يقف خلف هذه الجرائم وفي تعليق له على الوضع الأمني المعقد في الجارة إثيوبيا نفى البرهان ظلوع بلاده في دعم مقاتلي جبهة تيجرايا المتمردة ضد الحكومة مؤكدا أن استرجاع أراضي السودان سيكون بالتفاوض وليس بالحل العسكري